اشتركوا في القناة اختي واشوفه بقدم هذا المساء كنت اقول انا هعمل برنامج هذا المساء ده في يوم الماء هكلمكو عن طموح سامير صبري من وحنا بنبتدي في ازاعة اسكندرية وكان رئيسا الاستاذ الراحل حافظ عبدالوهاب كان طموح سامير اكبر بكتير من ازاعة اسكندرية قال لا احنا عاوزين نزيع في القاهرة مش في اسكندرية وكان ده طموحه الكبير الفني انه يروح القاهرة بسرعة عشان صوته يوصل على كل الناس كل الجمهورية مش بس اسكندرية سبقني وسبقنا كلنا بتوع الجمعة سبقنا على القاهرة وحقق فعلا احلامه مين فينا ينسى النادي الدولي مين فينا ينسى هذا المساء كلها برامج راقية جدا طلبت منه انه يجي يقدم عندي برنامج طوار رمضان تلاتين حلقة وكنت واضح ومحدد وصريح مجانا بدون اجر اطلاقا وكانت جرأة مني يعني تصل لدرجة شاي سميع رس وقاحة يعني نجي بكبير جدا جدا ننزل من بيته تلاتين نوم عشان يقدم لي برنامج كل ليلة شوفوا سامير صبري عمل ايه سامير صبري جاب في رقيته الموسيقية بداهم دفع لهم سامير عجينة يعني شخص معجون بالإنسانية زي ما لسلزة كلهم تفضلوا وقالوا وبالثقافة وبالفن وبالإبداع وأنا أعيز أقول لأبطانكم كلكم أنا بحبت جدا شكرا